والموضوع دوت يعني مش اكباري على الزوجة هنا ده بقى اللي عايزين نعرف رأي الدين فيه ببعض اذنى حضرين هل في اكبار على الزوجة نهي ترجع لبيت الطاعة او اللي مسكن بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه طبعا رحب بسعادة الاستشار اهلا بحضر وسعيد جبوري مع حضرتك بسيزانوها اهلا بحضر وضوع لحضراتك ببيت الطاعة لابد اولا ان نعرف ان الاسلام لما جعل الزوج جعله سكن وموده بين الزوجين حقوق متبادلها بين الطرفين وربنا تبارك وتعالى قبل ان يشرع الطلاق شرع هنالك ادوات ادوات لتقويم الاسرة من هذه الادوات ذكرها الله عز وجل في سورة النساء واللاتي تخافون نشوزهن في عظوهن وهجورهن في المضاجر وضربوا الى ان قال رب تبارك وتعالى فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها يريد اصلاح يوفق الله بينهما دائما وابدا الاسلام جعل الزواج عبارة عن صمام الامان لهذه الاسرة فبالتالي قبل ان نلجأ لا بد ان نتحدث عن النشوز قبل ان نتكلم عن بيت الطاعة ما بيش حكا اسمها بيت الطاعة عندنا في الاسلام كم سيأتي الحديث عن ذلك النشوز في الاسلام معناه الترفع معناه عدم الطاعة وللأسف احنا حضرتك زوزانوها بنتكلم كثيرا عن نشوز الزوجة وننسى ان نشوز الزوج ايضا مذكور في القرآن الكريم نشوز الزوجة والتي تخافون نشوزهن نشوز الزوج كلمة نشوز دي حاجة صعبة نعم معناه عدم الطاعة معناه الخروج عن طاعة الزوجة او الزوجة طب ممكن يكون الزوج ناشز نعم قال تبارك وتعالى في اخر سورة النساء وان مراءة خافت من بعليها نشوزا او اعراض فلا جناه عليهما ان يصلح بينهما والصلح خير صلحا والصلح خير فبالتالي قبل ان نلجأ الى بيت الطاعة في الاسلام لا وجود له اطلاقا الشيخ عطيه سكر لما تحدث وكان هو فقيه العصر قال هذه بعض عادات بعض القبائل العرب وصرت الى مجتمعات الاسلامية ولا دليل عليها الدليل على كده سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم خضرته لما في قضية بين زوج وزوجتي نفرت منه الزوجة هذه المرأة كانت اما ثم كاتبت نفسها واعتقدت تسمى ببريرة وزوجها كان اسمه مغيث كان يحبها حتى كان يأتي الى سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم ويبكي ويسح دموعه في حجره فسيدنا نبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس اتدري او الا ترى الى حب مغيث لبريرة الى بغضها له النبي صلى الله عليه وسلم قام مع مغيث حتى يشفع عند بريرة هذه عملين نبي صلى الله عليه وسلم قال لها عودي الى ابي ولدك هل اجبرها لا قالت له يا رسول الله يا انت شافع أم آمر انت بتأمرني ولا بتشفع قال لا بل انا شافع كان قادر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها انا آمر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما جبر احدا قط على ان يعيش مع غير او شخص لا يحبه فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة قالت له قال ان انما انا شافع قالت لا حاجة لي فيه يا رسول الله وردت شفاعة النبي لانها تبغطه اذا بيت الطاعة عبارة عن قهر وكسر لحرية المرأة ومش موجود في الاسلام ولا وجود له اطلاقا انما سرع من بعض قبائل العرب والقوانين الوطعية